احييكم مشاهدين ضمن رحلة العربية في سوماليلاند وصلنا اليوم إلى مدينة بربرة بعد ثلاث ساعات من السفر في السيارة وكانت الطريق طويلة ومتعبة ولكن الآن سنتعرف إلى ميناء بربرة الموجود في هذه المدينة مع الرئيس التنفيذي لموانئ دبي في ميناء بربرة سنبدأ ونتحدث عن العمل في ميناء بربرة أين وصل شكراً وأهلاً وسهلاً بكم في بربرة بسوماليلاند لقد وقعت شركة موانئ دبي العالمية اتفاقية امتياز مع حكومة سوماليلاند في شهر سبتمبر عام 2016 استلمنا بموجبها ميناء بربرة عام 2017 ومنذ ذلك التاريخ استطعنا مضاعفة طاقة الميناء الحالي كما ضعفنا ثلاث مرات انتاجية الميناء فيما يخص حركة سفن الحاويات فضلاً عن تسجيل زيادة بنسبة 30% ما هي نسبة مساهمة الميناء في اقتصاد سوماليلاند؟ وفقاً لاتفاقية الامتياز تعاهدت شركة موانئ دبي العالمية باستثمار مبلغ 442 مليون دولار أمريكي لبناء ميناء جديد في بربرة تشمل المرحلة الأولى منه بناء 400 متر من أرصفة الميناء ومراسل للسفن يصل طولها إلى 17 متراً إضافة إلى ثلاث رافعات لنقل الشحنات من السفن إلى أرضية الميناء أما المرحلة الثانية فسوف يشرع فيها لاحقاً ما هي أهمية ميناء بربرة؟ رؤية شركة موانئ دبي العالمية ترمي إلى جعل بربرة ميناء مركزياً في منطقة القرن الإفريقي حتى يستفيد منهم شعب سومالي لاند وبلدان القرن الإفريقي عامة نرغب في أن تصبح بربرة بوابة المنطقة لمصلحة سومالي لاند والتجار بشكل عام ما هي حركة البضائع في ميناء بربرة؟ كما أسلفت منذ تسلمنا للميناء عام 2017 وبفضل الطاقم المحلي العامل هنا نجحنا إلى حد كبير في تحسين أداء الميناء من حيث حركة السفن أدى ذلك إلى زيادة نسبة الشحن في الميناء بـ 30% خلال السنوات الثلاث الماضية بالنسبة للخطوط البحرية التي تتوقف في الميناء ما هي؟ يستقبل ميناء بربرة اليوم سفن شركات الشحن البحري الكبرى مثل شركة شحن البحر الأبيض المتوسط MSC وشركة CMGCM وشركة ميرسك وشركة بال وشركة Global Fright Services وثم تم بين عشر واثنتي عشرة سفينة ترسو في ميناء بربرة شهريا قادمة من دبي وصلالة وجدة بالنسبة لإدارة هذا الميناء ماذا يمكن أن تخبرنا عنها؟ كما قلت في البداية نريد أن نفي بالوعود التي قطعتها شركة موانئ دبي العالمية على نفسها تجاه شعب سوماليلاند وقد أوفت شركتنا بوعودها من خلال تحسين الوضع في الميناء إبان الأعوام الثلاثة الماضية عبر زيادة طاقة مرافق الميناء وبعد استكمال المرحلة الأولى من التطوير سوف ترتفع طاقة الميناء لتصل إلى نصف مليون وحدة مكافئة لعشرين قدمة تي اي يو وبفضل إضافة أربعمائة متر من الأرصفة يصل طول المرسى فيها إلى سبعة عشر متر سوف يكون بوسع الميناء استقبال السفن التي يصل طولها إلى أربعمائة متر نعتقد أن ميناء باربرا سوف يتحول في غضون ستة أشهر قادمة إلى الطريق الأسرع والأكثر كفاءة الذي تعبر من خلاله الشحنات المتجهة إلى إثيوبيا هل سيتضمن ميناء باربرا منطقة تجارة حرة؟ نعم فاتفاقية الامتياز لا تقتصر على تطوير الميناء فقد تم أيضا التوقيع على اتفاقية امتياز أخرى بشأن تطوير منطقة اقتصادية حرة في باربرا كيف سيسهم ميناء بربرا بجاذب المستثمرين تنويع الاقتصاد تأمين فرص عمل جديدة؟ ميناء بربرا هو شريان الحياة بالنسبة إلى صوماليلاند إذ أن الميناء يدر على الحكومة ما يقرب من 70 إلى 80% من مداخلها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وقدوم مشغل موانئ عالمي مثل شركة موانئ دبي العالمية إلى هنا يساهم بالتأكيد في بناء الثقة ويشجع المستثمرين الأجانب على المجيء إلى صوماليلاند ماذا عن معيير سلامة في هذا الميناء؟ أنا أعيش منذ قرابة أربعة أعوام في صوماليلاند التي أشعر بالأمان فيها بمعنى أني أستطيع أن أسافر بحرية في البلاد وشعب صوماليلاند يرحب بكل من يأتي إلى هنا أشعر بأمان تام نحن في شركة موانئ دبي العالمية لا نساوم على مسألة السلامة التي هي أحد المؤشرات الأساسية عن نجاح أعمالنا ومن أجل ذلك نستثمر الكثير من الأموال في تدريب موظفين المحليين للتأكد من أنهم يدركون جيدا متطلبات السلامة ونريد من موظفين أن يأتوا إلى الميناء للعمل ويعودوا سالمين إلى بيوتهم حيث تكون عائلاتهم في انتظارهم على موائد العشاء بالنسبة للخطة المستقبلية لتوسيع هذا الميناء ماذا يمكن أن تخبرنا عنها؟ تعهدت شركة موانئ دبي العالمية باستثمار 442 مليون دولار أمريكي لتطوير الميناء لكن خطتنا أكبر من ذلك لأننا نحرص على أن يصبح ميناء بربرا مركزاً بحرياً إقليمياً في منطقة القرن الإفريقي سؤال أخير أنتم سهمتم كموانئ دبي في الحياة الاجتماعية في صومالي لاند كيف؟ نعمل بشكل وثيق مع حكومة صومالي لاند والسكان المحليين من أجل تحسين حياة المواطنين من خلال مشاريع البنية التحتية المستدامة التي نقوم بتنفيذها فقد شاركنا في مبادرات لمكافحة الجفاف في حالات الطوارئ كما عمدنا إلى تطوير شبكة المياه المحلية وبفضل ذلك استطاع منذ عام 2017 أكثر من عشرين ألف شخص الاستفادة من مياه الشرب فيما حصل نحو ثمانية ألف شخص منهم على المياه عبر شبكة الأنابيب كما نتعاون مع وزارة الصحة ومنظمات المجتمع المدني لزيادة الطاقة الاستيعابية لمرافق الرعاية الصحية حيث قمنا بتوفير المعدات الطبية والأدوية لها كما قمنا بإنشاء وحدة الطوارئ للعناية بالمصابين بالصدمات في المنطقة ونساهم أيضا في دعم ثلاث عشرة مدرسة يستفيد منها ما يربع على ألفي طالب وقد اكتشفنا أنه نتيجة لذلك ارتفعت نسبة الالتحاق بالمدارس بخمسة وخمسين في المئة فيما انخفضت نسبة التسرب المدرسي بسبعين بالمئة الرئيس التنفيذي لموانئ دبي في ميناء بربرة نشكرك جزيل الشكر على هذه المقابلة الخاصة لقناة العربية شكرا حيكم مشاهدين وأهلا بكم إلى هذه المقابلة الخاصة مع وزير التكنولوجيا والاتصالات في جمهورية سومالي لاند عبدالولي سوفي سيد سوفي أهلا بكم معنا نحاول أن نتعرف أكثر على سومالي لاند وخاصة قطاع الاتصالات والتكنولوجيا كيف يمكن أن تصفه لنا في هذه الجمهورية التي غير معترف بها دوليا كيف استطعتم أن تبنوا هذا القطاع؟ شكرا جزيلا أولا على القناة العربية لتحذر الفرصة سومالي لان جمهورية مستقلة أعاد استقالها في سنة 1991 بنسبة لمجال التسالات يوجد ستة مشغلين في سومالي لان إثنين منهم أكبر مشغلين وأصدقا أن أقول شبكة التسالات تقضي حوالي 95% من البلد كله فسياسة حكومة سومالي لان هي إتاحة الفرصة وتسهيل فرصة الاستثمار في هذا المجال فالوزارة خاصة تؤدي دور المراقب ودور التنظيم يعني هذه الشركات هي غير تابعة للحكومة؟ كلها شركات خاصة وكلهم مستثمرين محليين من مواطنين سومالي لان استثمروا من سنة 95 وأصدقا أن الآن في تجربة لجيل الخامس في سومالي لان وفي بداية جيل الرابع كان سومالي لان من أول بلدان التي وفرت خدمة الجيل الرابع في سومالي لان كيف تقيم هذه التكنولوجيا الجيل الرابع أو الآن أنتم بصدد أيضا استخدام الجيل الخامس هل يمكن اعتبارها ناجحة أم كان هناك من مصاعب واجهتكم للحصول عليها؟ بالنسبة للقطاع أستطيع أن أقول أنه كانت تجربة ناجحة كحكومة وكوزارة كان عندنا بعض المصاعب في عملية تنظيم لأن الشركات بدأت تجربة لجيل الرابع قبل أن تجد رقصة من الوزارة ونحن نستفيد من هذه التجربة الآن أعددنا القانون والأواحي تنظيم توفير الخدمة الجيل الخامس السياسة التي تتبعونها في هذا القطاع ما هي؟ السياسة التي نتبعها هي سياسة الأبواب المفتوح مثلاً إذا جاءنا مستثمر جديد ومثلاً نخطي أن يستثمر في القطاع نوفر له كل المتطلبات وكذلك عندنا ما نسمي zero limitation بالنسبة للخدمات والمنتجات الجديدة في الاتصالات ومثلاً عندنا الموبايل بايمنت والدفع الإلكتروني عبر الموبايل لاحظ بأن الكل يدفع عبر رسائل نصية لا يستخدم النقود ما هي آلية هذه الطريقة بالدفع وكيف تراقبوها؟ هذه الطريقة تعتمد ما يسمى ussd code وهو لدام مختصر للرسائل وأصدق أن أقول حوالي 85% من المعاملات تتم عبر الدفع عبر الهاتف هذا لا يؤثر على العملة النقدية في صومالي لاند؟ السياسة الحكومة هي أن تقدم ما يسمى cashless society وهو مبدأ يقوم على أن تتمي كل المعاملات عبر الفورمات الإلكتروني فك الحكومة نحن نشجح يعني كلها ستكون تحويلات إلكترونية؟ تحويلات إلكترونية فكيف تراقبون هذه التحويلات؟ أليس من الصعوبة ذلك؟ فكرة السومال الآن تعتمد على نفسها في مجال إتاحة الخدمات الاجتماعية وأيضا في تنظيم الغطاعات المختلفة منها الغطاع على التسالات فنراغب عبر أنظمة تكنولوجية نحن كوزارة التسالات والتكنولوجية مع بنك المركزي نحاول أن نراغب عبر التكنولوجية لأن هذه الأنظمة تعتمد على أنظمة التكنولوجية كجهة رقابية قدمنا نظام للتحكم وأيضا لمراقبة المعاملات المالية في النظام الدفع للهاتف سيد صوفي الكل يتساءل هذه الجمهورية هي استقلت منذ 30 عاما غير معترف بها دوليا حتى الآن ولديها كل مقومات الدولة الآن كيف بالنسبة للتكنولوجيا كيف يمكن أن تطوروا هذا القطاع أن تحصلوا عليه من دون هذا الاعتراف الدولي واحد من الأساليب التي حكومة سلمان لان تحاول أن تتعامل عبر العالم هي تكنولوجيا تكنولوجيا لا تحتاج إلى الاعتراف كوزارة قدمنا سياسة تشجيع الاستثمار في التكنولوجيا الآن عملنا مركز لتدريب الرواد في الاي سيتي ناشنال انكوبيشن سنتر عندنا خطة في ثلاثة سنوات أن ندرب 500 رواد أعمال جدود فحكومة سومالان تستخدم تكنولوجيا لتسهيل المعاملة عبر العالم هل من منظمات أو من دول تساعدكم في هذا الإطار أم لا؟ لا يوجد منظمات دولية تساعدنا هناك علاقة أخوية ما بين حكومة سومالان وحكومة الإمارات الشقيقة وفي تعاون في مجال التكنولوجيا غير هذا التعاون بين سومالان ومعارات ما في مساعدات من حيث البنية التحتية والتدريب وتبادل الخبرات وما إلى ذلك من الأمور حكومة سومالان تعتمد نفسها بنفسها وتتيح ما يسمى والقطاع العام والقطاع الخاص يناقشوا مع بعض ويطوروا الحلول بالنسبة للاتصالات في سومالي لاند ما هو رمز الاتصال بسومالي لاند؟ كيف تدفع الفواتير لهذا النظام؟ على الأسف شديد لحد الآن نستخدم رمز الاتصال مع سومال لكن كوزارة نعمل جاهدين أن نجد رمز خاص لسومال لاند واحد من الإشكاليات في نظام العالمي والذي لم يعدل لسومال لاند أنه أعضل الرمز الـ 252 لحكومة سومال في مقدشو فكوزارة نحن نعمل ونشتغل وإن شاء الله في القريب العاجل سنجد رمز خاص مع من تتعاملون بهذا الإطار؟ مع منظمات دولية أو مع الانتحاد الدولي للاتصالات للحصول على هذا الرمز؟ عبر الاتحاد العالم الاتصالات وعبر المنظمات الإقليمية في إفريقيا عندنا تواصل معهم وهم يعرفون سومال لاند بالنسبة للمواطنين في سومال لاند هل هناك من جيل أو مسبة كبيرة مهتمة بهذا القطاع وتدرس اختصاصات الاتصالات والتكنولوجيا؟ هل لديكم أي جامعة تدرس هذه المادة؟ عندنا حوالي ثمانة جامعات عندهم تخص في التكنولوجيا والاتصالات وأيضاً منهج التعليم لسومال لاند يبدأ من الصف الأول لتدريس التكنولوجيا فحكومة سومال لاند تشجع استقدام التكنولوجيا في كافة المجالات في الساحة، في الزراعة، في تقديم الخدمات الاجتماعية وأيضاً في مجال المالي فكحكومة نحن نشجع استقدام التكنولوجيا في كافة المجالات بالنسبة للمحطات التلفزيونية والإذاعية كيف تعمل هذه المحطات الإعلامية؟ وما هو دولكم أنتم كوزارة اتصالات وتكنولوجيا؟ نظام سومالاً، نظام ديمقراضي حر، أي شخص سواء كان شخص واضي أو أجنبي يستطيع أن يفتح قناة أو يستطيع أن يفتح قناة تلفزيونية ويستطيع أن يبث الأخبار كما شاء، ممكن ينتقد الحكومة وممكن مثلاً يقدم برامج ترفيهية وما إلى ذلك كم إذاعة وتلفزيون لديك؟ في التلفزيون، في حوالي 27 تلفزيون، معظمهم باللغة الصومالية حوالي اثنين يتكلمون باللغة الإنجليزية بالنسبة للإذاعة، في إذاعة واحدة، إذاعة الحكومة السومالان الترخيص يأتي عبر وزارة الإعلام، دورنا كوزارة هو تنظيم بالنسبة للتدردات الإذاعية فنحن نعد الرغصة للمسألة لاستخدام التردد الإذاعي وأيضاً نحن نظلم ما يسمى الإعلام الرقمي بالنسبة للمواقع الأخبار وغير ذلك وزير الاتصالات والتكنولوجيا في جمهورية صومالي لاند عبد الوالي صوفي نشكرك على هذه المقابلة لقناة العربية شكراً جزيلاً وأنا أتشرف في هذا اللقاء دمتم بخير ومشاهدين إلى هنا تنتهي هذه المقابلة الخاصة أترككم في أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة